طيب السؤال الأهم الشباب في المجال الإعلامي بماذا يفيد التعليق الصوتي في غير التعليق مثلا في الإنشاد في الخطابة في التمثيل يفيد كثير في ناحية أنا ودي لو يتركزون معي اللي هي انتقال النبرات الصوتية يعني خنفت الرضفة رضية مثلا لما يجيك شخص ويقول مقولة أنت ممكن تتخيل أو تعتقد أو تخمن إذا كانت المقولة هذه صادق فيها أو كاذب من خلال طريقة الإلقاء يبين عليه أن هذا كذاب يا سلام عليك من نظرة الصوت اللي جالس يتحاكى فيها يبين إذا كان كذاب أو كان صادق فمن مهارات التعليق الصوتي أنك تتعلم تختار طبقة الصوت المناسبة أو النبرة المناسبة أثناء الحديث يعني إذا كان مكان اجتماعي لها طريقة معينة كان مكان رسمي كان مكان ترفيهي كان مكان لازم تكون فيه شخصية مؤثرة إلى آخرة تفضل لغة الجسد أكيد لها دور كبير بس التعليق الصوتي نحن نتكلم خلف الشاشات ما حد يشوفنا أما إذا صرنا قدام الشاشات صار الإلقاء والخطابة وفي الإلقاء والخطابة يمكن 45% يعتمد على لغة الجسد إذا ما وزعت النظرات على جميع المستمعين إذا ما صرت تتفاعل معهم غلط أنت كذا خسرت الإلقاء جميع في أحد عنده سؤال ولا سم الآن زي ما ذكر الأستاذ أحمد طيب لتعليق الصوتي والإلقاء هذا الإلقاء ممكن أن إله فايدة لكن تعليق الصوتي إيش فايدة في الشعر؟ فوايدة كثيرة يعطيك المشاعر خلنا بعطيك مثلا قصيدة وأقول لك أمن أمي أوفا دمنة لم تكلمي بحومانة الدراجف المتثلمي ديار لها بالرقمتين أني كأنها مراجعي وش من في نواشر معصمي تحس أنه وش قاعد يقول هذا؟ قاعد يخربط بس في التعليق الصوتي تبدأ تعطي الكلمات معانيها وأحاسيسها تقول مثلا أمن أمي أوفا دمنة لم تكلمي بحومانة الدراجف المتثلمي إلى آخره التعليق الصوتي يعطيك مشاعر يعطيك أحاسيس يعطيك حياة تقدر تقيسها عادة على قصايد واجد في سؤال ثاني طيب خلينا نبدأ تمارين معا نبدأ لأ طيب أنا بستأذنك أني باخت